ونحن اليوم نؤكد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين وغرارات الأمم المتحدة لما فيه الخير لنا جميعاً ولدينا إدراك رازخ بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنباً إلى ذنب في أمان وسلام ووئام لأنه لن يكون هناك استغرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولاً إلى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة وأننا في مملكة البحرين قد اتخذنا خيارنا الاستراتيجي للسلام لتحقيق مزيداً من الأمن والاستقرار في ضوء نهجنا الداعي للسلام وتمسكنا بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضار كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والإزدهار لشعوب المنطقة كافة أن تطورات الأحداث في قزة ومعاناة السعب الفلسطيني الشقيق والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية وتضطلب جهداً دبلوماسياً متواصلاً بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين من إنعكاسات هذه الحرب والإفراج عن جميع الأسرى والرهاء والمحتجزين وتسهيل وصول المساعدات الطبية والقذاء والماء والوقود والكهرباء إلى غطاء قزة بموجب القانون الدولي الإنساني والكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف مؤكدين رفضنا القاطع لتهجير شعب غزة الشقيق من أرضه وأرض أجداده ترجمة نانسي قنقر